اهلا بكم مجددا ادعى نظام الأسد أن المعارك عادت من جديد بين ميليشياته وعناصر داعش في منطقة الصفة شرق السويداء المنطقة التي أعلن النظام نفسه خلوها من عناصر تنظيم قبل شهر ونصف نتابع تفاصيل أوفف التقرير ونعود للحديث يعود النظام الأسد لرفع فزاعة داعش شرق السويداء كلما لاح له رفض فصائل المحافظة لطلباته المتمثلة بضرورة نزع سلاحها وانضمام عناصرها إلى ميليشياته وتسليم المطلوبين للخدمتين الإلزامية والإحتياط ظنا منه أن داعش يمثل الغول الذي يخشاه أهل المحافظة معارك قال عنها النظام إنها عادت من جديد بين ميليشياته وعناصر التنظيم في منطقة الصفة شرق السويداء على الرغم من إعلانها منطقة خالية من التنظيم قبل شهر ونصف إذ يعتبر الكثيرون أن الأمر شماعة يستخدمها النظام للضغط على أبناء السويداء سيما وأن التنظيم قتل وجرح وخطف العديد من النساء والأطفال بهجوم شنه على قرى وبلدات قبل عدة أشهر التطورات الميدانية هذه جاءت بعد أنباء تحدثت مؤخرا عن اجتماع بين وجهاء السويداء بلجنة أمنية يشرف عليها ما يسمى جهاز الأمن الوطني برئاسة علي مملوك لبحث مشكلات المنطقة المتمثلة بسلاح الفصائل والإنفلات الأمني وقضية المتخلفين عن التجنيد والإحتياط الدفاع عن كرامة أهالي وبيوت الجبل من جميع الطواف والأطياف ويبدو جليا أن المجتمعين لم يتوصلوا لأي نتائج لا بل جاء الرد عكسيا من خلال اندماج عشرة فصائل في مكون واحد معلنة رفع جاهزيتها ورفض وصف النظام لها بالفصائل الإرهابية والمتعصبة إضافة لعدم قبولها بالمساومة على السلاح الذي رأت فيه أنه السبيل الوحيد لتوفير الأمن في المحافظة محللون اعتبروا أن النظام يحاول بشتى الوسائل ومنها داعش إعادة السويداء وأبنائها وفصائلها إلى بيت الطاعة حتى لو اختضى الأمر مواجهات مباشرة سيما وأن قوات الفهد أبدت على استعدادها لذلك مقابل عدم السماح لنظام الأسد جعل السويداء بأكملها تحت جناحيه حول هذا الموضوع ينضم إلينا العقيد إسماعيل أيوب الخبير العسكري والاستراتيجي معنا من عمان كما ينضم إلينا الكاتب الصحفي حافظ قرقوت معنا من ستوكولم أبدأ معك أستاذ حافظ بداية مساء الخير وأهلا بكما ولكن أستاذ حافظ بما أنك ابن مدينة السويداء كيف يمكن لداعش أن يظهر بهذه السرعة بعد شهر ونصف من إعلان خلو المنطقة من داعش تحيي إليك أستاذ أحلام ونظيفة كل مشاهديك الكرام أهلا فيك يعني الكلمة التي ابتدأت فيها الخبر بالأساس أو التقرير بأن الدعاء نظام الأسد قد تختصر الكثير فعلاً الدعاء نظام الأسد عودة المعارك أصلاً هذه المعارك التي بدأها تنظيم داعش أي نظام الأسد بالنسبة لنا أو داعش الأسد هي أيضاً الدعاء وتلك الخلافات بين تنظيم داعش وتنظيم الأسد أيضاً تعتبر الدعاءات منذ أن هددت ليست مستشار طول بشار الأسد الإعلامي ابنة السويداء في يوم من الأيام شباب السويداء بأنه من لم يلتحق بالخدمة العسكرية سيتجد المحافظة نفسها أمام هجومات من داعش وكان هذا واضحاً من لون الشب الأنذاك أعتقد الآن أننا أمام مرحلة تصفية حسابات سابقة وحالية أيضاً كما ذكر تقريركم جزء منها بأن كل ما افتعله النظام لأجل أن يلتحق شباب السويداء في الخدمة العسكرية ذهب إلى الفشل طبعاً هناك من التحق وهناك موجود قاعدة للنظام وبجميع الأحوال لا نستطيع إنكار بأن النظام متواجد في السويداء بشكل أو بآخر فهناك المؤسسات والدوائر تقوم عملياً على إدارة النظام لكن فقط هو موضوع الخدمة العسكرية من جهة والانصياع إلى أوامر النظام بإيجاد شرخ اجتماعي بين مكونات المجتمع السوري المقيم في السويداء أو ما بين السويداء وجوارها هذه الرسائل تزعج هذا النظام الذي يتعامل مع الشعب السوري بانتقائية وطائفية وبطريقة لزرع الكره والحقد بين أبنائها الآن ما زالت السويداء عند موقفها وكل إدعاة النظام يعود بتاع أشياء أستاذ حافظ اسمح لي أن نرأل عن هذه النقطة ولكن بدي أتحدث مع سيادة العقيدة على الصعيد العسكري كيف يمكن لتنظيم داعش أو كيف يمكن لميليشيات بشار الأسد أنه بعد أن أعلنت خلول منطقة من التنظيم أنه يعود للظهور مجدداً والحديث عن معارك بينه وبين الميليشيات وما إلى ذلك كيف من الممكن التأكد والتحقق من كذب النظام بعودة داعش إلى تلك المنطقة بسم الله والصلاة والسلام على سؤال تحية لك والأستاذ حافظ والأستاذ المشاهدين أهلا بك حقيقة سؤال مهم جداً اسمحي لي أن أستعرض الوضع العسكري في تلك المنطقة وجغرافية المنطقة حتى نتأكد من كيف من كذب النظام بأن هناك دواعش مئة بمئة في تاريخ عشر عشر عام 2017 وبأوامر أمريكية سلم المنطقة فصيل الويت أحمد العبدو وسود الشرقية وباقي الفصال التي طردت داعش من ريف السويداء الشرقي سلمتها للنظام دون قتال وقامت على إثرها قوات النظام وميليشياته والقوات الروسية ببناء قاعدة متقدمة في منطقة سد الزلف بالمناسبة المنطقة أعرفها بشكل مئة بالمئة وأعرف أن هذه المنطقة لديها مداخل ومخارج محددة في حال سيطر عليها أي فصيل عسكري لا يستطيع أي فصيل آخر الدخول إليها المنطقة هي منطقة لول الصفا يعني قطرها تقريبا حوالي عشرين كيلو متر أعلن النظام منذ أوسط أو في ثمانية داعش من عام الماضي بأنه انتهى أنهى تنظيم داعش بشكل كامل وتم تحرير مختطفات السويداء من منطقة الحميمة شرق مدينة تدمر مئة وعشرين كيلو متر يعني قريب من حدود العراقية أي أن النظام أعلن وكان بادي للعيان وللمراقبين أن المنطقة شمال شرق سويداء خالية من هذا التنظيم إذن يعلان النظام عن عودة قواته إلى مقاتل التنظيم داعش بهذه المنطقة ماذا تعني؟ تعني كذب السبب الأساسي لإهثارة هذه المسرحية من جديد هي الضغط على أهل السويداء وكما ذكرت تقريركم أن هناك فصائل رجال الكرامة أو ثورة الكرامة التي غذر بها النظام عدة مضات بهجوم داعش على قرى السويداء وأسر وقتل ما يزيد عن 350 شخص دعاهم النظام ودعاهم الروس إلى تسليم سلاحهم أكثر من مرلا وخاصة في فترة الهجمات الداعشية التي نقلهم النظام من جنوب دمشق في 21-5 من العام الماضي إلى تلك المنطقة هذا الأمر يضغط على أهالي من يحملون السلاح في تلك المنطقة في منطقة سويداء بأنهم مهددون من قبل النظام هم يعلمون أن النظام هو داعش وأن الدواعش في تلك المنطقة لم يكن موجودين بالأساس لذلك الكذب النظام بأن داعش عادة إلى المنطقة أعتقد أنه بالمطلق كذب هذه العملية تستهدف تركيع السويداء وهذا أمر بادي نتكلم عنه منذ عدة أشهر منذ طرد داعش من تلك المنطقة الغاية الأساسية من هذه الأكذوبة من هذه الفبركات الإعلامية حاليا هي السيطرة على سلاح رجال الكرامة ليس ألا وقياد واغتياد الشباب السويداء يعني الضغط للسيطرة على سلاح حتى الحصار الاقتصادي هو الغير معلن ولكن أهل السويداء يعلموا به نعم ما زالت حتى الكهرباء يتم قطعها بشكل كبير وكبير جدا عن كافة مناطق السويداء وأيضا المياه يتم التلاعب بها وهناك الأهالي يشترون المياه على حسابهم الخاص أيضا المواد التموينية يتم التلاعب بها كافة الجهات الاقتصادية والإعلامية والسياسية والأمنية يقاتل من خلالها النظام نحوها للسويداء والهدف واحد هو تطويع السويداء وأيضا الإرسال شبابها إلى حرب لا يريدونها مع الشعب السوري حتى الآن كل ما يقوم به النظام يبدو بأنه مع تصعيد عملياته يتم تصعيد الموقف أيضا من رجال السويداء لا يحلم النظام بأن يتم تسليم أي قطعة سلاح من هذه المحافظة فنحن ندرك بأننا لسنا أمام دولة ولسنا أمام رجال دولة ولسنا نظام وطني يحمي مواطني بل نحن أمام عصابة أمنية اقتصادية نهبت البلد وقتلت أبنائه وشردت الملايين ويدركها جميع أبناء السويداء بما فيهم الرماديون أو الموالون حتى للنظام يدركون ذلك بأنه عند الجد هذا النظام لا يرحم وهو الغير حامل لهذا الوطن هذا من جهة أخرى هذه النقطة التي أريد أن أسألك عنها تحديدا أهالي السويداء والسوريين جميعا وكل العالم شهد جرام بنشار الأسد بحق شعبه خلال الثمان سنوات الماضية لم يترك نوع من الأسلحة لم يستخدمها على المدنيين العزل هل تعتقد أن السويداء من الممكن أن تواجه مصير مماثل أم أنه مصير مختلف؟ أخت حلال ذكرت معك بالمرة الماضية نحن أمام عصابة لا يمكن تكاهن بعقلية العصابة كيف تتصرف لو كنا أمام دولة حقيقية لها ميزانها وتقويمها السياسي ولنا رؤية حولها لكنا توقعنا بشكل أو بآخر كيف يكون ردة فالوة لكن أمام عصابة منفلتة وقانون العالم كله عوضا أن يحمي المدنيين السوريين في كوافة أنحاء سوريا ها هو يحمي العصابة ويحاول تسويقها بشكل أو بآخر من جديد أعتقد الآن بأن كل الموضوع حتى إذا عدت إلى الموضوع الاقتصادي جزء من البادية السورية هي عملية حيوية تاريخية لتهريب عناصر النظام للحشيش المخدرات وتهريب الأغنام وتهريب السلاح وهذا الكلام ما قبل الثورة من عقود وهو يرتبط أيضا قبل الثورة وبعد الثورة بعناصر تابعة لحزب الله وعناصر أمنية وعناصر داعش يقومون أيضا بنفس المستوى وهم يتوزعون المهام بينهم وبين عناصر الفرق الرابعة وبعض التنظيمات الفلسطينية التابعة لأحمد جبريل وغيره من التنظيمات كلهم مرتبطون مع بوتقة حزب الله من البقاء إلى الأردن إلى المناطق الخليج العربي وجزء منها إلى مصر هذه العمليات لا تستهدف فقط إركاء السويداء من حيث أمنيا أو إطاعاتها لأساليب النظام أيضا تستهدف أن يبقى هذا الخط مفتوح لسماسرة النظام ومن يتلاعب بتهريب المخدرات والسلاح بين المنطقة العربية ككل حتى مع زاوية العراق في تلك المنطقة ويدرك ضيفك الكريم هذه التصورات التي أقولها وكان أيضا المنطقة الجنوبية كان جزء من إدارة عملية توزيع المخدرات في المنطقة الجنوبية الممتدة إلى بقية الدول العربية الآن بالنسبة إلى أهالي السويداء هو كما ذكرت وكما سألت هذا الحصار الذي قام به على الشعب السوري السويداء جزء من هذا الشعب ولحظنا كيف كل محافظة حاول النظام أن يتعامل معها بخصوصية ما بشكل أو بآخر ما بين ريف دمشق إلى أحياء حلب الشرقية إلى الآن محافظة إدلب وريف حمى وبعض الريف الحلبي أيضا لاحظنا سابقا كيف تعامل مع حمص هناك النظام حسب ميزان القوة والفصائل الموجودة والمزاج الدولي الراعي لكلاء الطرفين إن كان للنظام أو حتى للفصائل يتعامل النظام من خلال المساحة المتاحة له والآن في السويداء على ما يبدو أن الفصائل تشكلت بمال محلي بشراء أسلحة بسيطة فردية وهي خارجة عن إملاءات دولية لكون أن هذه الأسلحة شرتها الأهالي من حر مالها أعتقد لذلك النظام ما زال يتلاعب بطريقة أو بأخرى علّه يجب سبيلا بمساعدة بعض أتباعه من لبنان وكما رأينا ما أثاره ويئام وهاب في الفترة السابقة والمقصود بأن يصب في التركيبة الطائفية المنتدة من لبنان إلى جبل الشيخ إلى السويداء طيب دعونا نشاهد مع النتائج الاستطلاع اليومي الذي يجريه الزملاء على صفحة أوريان سؤال اليوم كان برأيك لماذا أعاد النظام تنشيط خلايا داعش مجددا في شرق السويداء الإجابات كانت ترى بأنه 39% لفرض شروط جديدة على الأهالي هناك بينما 61% يرون أن هذا الظهور أو تنشيط خلايا داعش هو لمعاقبة أهالي السويداء سيادة العقيد اسماعيل كيف تنظر لنتيجة الاستطلاع وما هو رأيك؟ أعتقد نتيجة استطلاع كلا الاحتمالين صحيح الغاية هي استخدام القوة النعمة ضد محافظة السويداء لتسليم السلاح وهذه تعليمات روسية وأعتقد أن النظام غير قادر على استعمال القوة العسكرية المفرطة في السويداء كباقي المحافظات الثانية لخصوصية الطائفة الموحدين الدروز التي تسكن غالبيتها من أهلنا من الموحدين الدروز لذلك النظام سوف يلجأ إلى داعش وغير داعش وربما أمور أخرى لإعادة تركيع هذا الشعب وأنا أتمنى من كل قلبي أن تصل رجال الكرامة إلى حالة معينة مع هذا النظام حتى لا يقع المحظور حتى لا يستخدم النظام السلاح المفرط كأنه سلاح الجوة سلاح الدبابات وغيره في تلك المحافظة يجب أن كما قلت سابقا في مقابلة أخرى أن يصلوا بالتعاون مع الفعاليات سواء باللبنان أو غيرها لأضغط على النظام لإيجاد حل يؤمن حماية السكان ويؤمن أيضا نوع من الاستقلالية في تلك المنطقة وأن لا تصل الأمور إلى استخدام القوة المفرطة قبل النظام ولا أعتقد كما قلت أن يستخدم نظام القوة المفرطة في تلك المنطقة لذلك كلا الاحتمالين إجابة صائبة فرض شروط على أهل السويدة وتركيعهم بالنهاية لعودتهم إلى ما يسمى بحضن الوطن نعم أستاذ حافظ باختصار فقط تعليقك على نتيجة التصويت وهل من الممكن أن يكون هناك شروط جديدة يحاول أن يضع فرض على أهل السويدة اليوم لا نفس الشروط التي كان قد أبلغهم بها عبر الوسطاء الروس بشكل أو بأخر بكافة الاجتماعات ونفس الشروط التي عرضها علي مملوك مع اللجنة التي قابلته من الأهالي ومن المشايخ أي شروط اللجنة الأمنية التي يريدها النظام كاملة لأن تنفذ بهذه المحافظة حتى الآن لم يحصل النظام أي من ذلك ولذلك أعتقد سيستمر وكما قال ضيفك ببعض القوى الناعمة تجاه هذه المحافظة وليس القوى العسكرية المفرطة لخصوصية المحافظة وردع النظام بأنه حامل الأقليات كي لا تسقط هذه الورقة من يديه نعم شكرا جزيلا لك الأستاذ حافظ قرقوت الكتب الصحفي كنت معنا من ستوكهولم شكر أيضا للعقيد إسماعيل أيوب الخبير العسكري والاستراتيجي كنت معنا من عمان شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك